أقيمت قافلة طبية بأبرق التابعة لإدارة الشلاتين الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال وزير وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تامر مرعي أن القافلة قام بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 69 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء عشرة فخصات معملية وست عشعة وسنار كما تم إجراء تسع حالات كشف مبكرة عن الأمراض المزمنة كما تم إجراء جميع الكشفات والفخصات وصرف العلاج بالمجان ذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر